اشتركوا في القناة المحلية أستاذ عماد مساء الخير مساء الخير إلى كل المشاهدين أهلا وسهلا نعم أستاذ عماد قدمتم هذا الالتماس بخصوص طلب استئناف على نتائج الانتخابات تمهيدا لاستئناف على نتائج الانتخابات في مدينة طمرة ما هو مضمون وجوهر هذا الالتماس بموجب القانون يحق لكل مرشح أنه يحصل من مأمور الانتخابات بعد الانتخابات على بروتوكولات كل صندوق الاقتراع وعلى سجلات الناخبين في كل صندوق وصندوق فلما توجهنا بواسطة المندوبين تبعون الأخ موسى أبرومي لمأمور الانتخابات عينوا موعد يوم الجمعة من شأن نصوروا المادة هاي وفجأة خبروا أنه الشرطة دعتوا للتحقيق واحترزت على البروتوكولات وعلى سجلات الناخبين في الصناديق فمن شأنه يكسر في حاجة أنه نقدم طلب مستعجل للمحكمة الإدارية بحيفا فمبارح المساء قدمنا طلب منلتمس فيه أنه المحكمة تعطي أمر لمأمور الانتخابات لوزارة الداخلية وللشرطة كمان أنه يصوروا لنا البروتوكولات وسجلات الناخبين من شأن نفحص الأشياء المشبوهة اللي وصلت لأخ موسى وجماعته أنه في ناس ميتين في عداد الأموات صوتوا عنهن في ناس خارج البلاد صوتوا عنهن في ناس في المستشفيات صوتوا عنهن وخروقات أخرى اللي بدأ فحص في هاي السجلات نعم يعني وصلتكم معلومات ولكن يعني أنتم الآن تطالبون من المحكمة بأمر لفحص السجلات مراكز الاقتراع وأيضا جداول أسماء الناخبين هذا هو المقصود؟ البروتوكولات للصناديق الاقتراع وسجلات الناخبين في كل صندوق وصندوق حسب القانون في كل صندوق لازم يكون تنين أو تلت سجلات للناخبين الناخب اللي بيصوت بمحوا اسمه بشطبوا اسمه الناخب اللي بيفوت على الصندوق بيسلم هويته بحطه فيه حد اسمه بدنا نشوف الأسماء هاي هل تشطبت هل حدا دخل وفرجاهن هوية الأشخاص اللي مش موجودين هون والمعلومات اللي عند الأخ موسى وجماعته على ما يبدو دقيقة لأنه فيه كتير شهادات موجودة عندهم أنه الناس ما كانتش موجودة في البلاد يوم التصويت الحديث عن أشخاص الذين لم يتواجدوا في البلاد أم أيضا عن فئات أخرى وفقا لما تطرح المحام إعمال دكور الشبهات اللي موجودة بين إيدينا واللي تقدمنا فيها اليوم في طلب للمحكمة أنه في عنا معلومات أنه في ناس في عداد الأموات صوتوا عنهم أنه في ناس موجودين خارج البلاد وصوتوا عنهم في ناس موجودين في المستشفيات أو في السجون وصوتوا عنهم فإذا هاي المعلومات بتبين إنها دقيقة ومنتأكد من سجلات الناخبين بهاي المعلومة فهذا السبب لتقديم استئناف للمحكم إلى إلغاء نتيجة الانتخابات وإعادتها نعم إذن هذا موضوع تمرة سنتواصل مع موضوع تمرة وأيضا هناك قرار بموضوع نتائج الانتخابات في الصاجور مثل ما وصلني منك قبل هذا البرنامج المحام عماد ذكور ما هو القرار اليوم في ساعات بعد الظهر أصدرت المحكمة المركزية الإدارية بحيفا قرار برفض طلب المستأنف في قرية ساجور إنه يفحص أوراق الاقتراع المكتوب بخط إيد وأوراق انتخابية أخرى هاللي ادعى إنه هاي كانت لازم تكون لاغية فالفارق هناك هو عشر أصوات أنا مثلت هناك رئيس المجلس المنتخب السيد جبر حمود قدمنا اعتراض كان في جلسة يوم الخميس كانت جلسة طويلة جدا والقادي طلب أنه نقدم له اليوم الأحد كمان ادعاءات أخرى واليوم أصدر قراره بقبول ادعاءاتنا إنه هاي الأصوات لا تعتبر لاغية فمن شانيك فيش حاجة لفحصة ومن شانيك رفض الطلب تبعي المستأنف المحامي عماد دكور المختص في موضوع استئنافات على النتائج السلطات المحلية شكرا جزيلا لك شكرا أهلا وسهلا وتوجهنا أيضا لحاولنا التواصل مع الرئيس المنتخب دكتور سهيل ذياب رئيس بلدية طمرة في حال وصول أي رد أو تعقيب سنعرض الرد والتعقيب على الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات